اشتركوا في القناة 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 الرقم تاني بينين بعرف ان العربية حركت بأي طريقة ان كانت طبعا هي استحالت الدوران طبعا بقدر من الموبايل بتاعي وقف العربية مكانا ولو شالوا العربية خالص بقدر حدد مكانة عربية وقدر اعرف كل اللي بيزورو فيها وعرف مين اللي جواه العربية طبعا انا هاخد منكم الجهاز ده بعد الحلقة طبعا انا عايز اعرف برضو حاجة ايه اللي خليكوا تفكروا في الجهاز والله حلالك اللي خلينا فكرنا هي المرحلة اللي احنا بمر بها دلوقتي حالات سرقة كتيرة جدا وحالات دخول البيوت ويعني والموضوع ما عادش اامن زي يعني زي ما احنا عايزين او زي ما احنا متوقعين فقلنا ان احنا نبدأ بفكرة نساعد بيها جهات حكومية ونساعد بيها نفسينا وفي نفس الوقت يعني ايه تبقى عملية مشاركة ما بيننا وبين الجهات المورية والجهات الحكومية في ايه بقى في ان انا بوفره حاجة بدل ما هو يروحي دورة حرامي او يعرف ما كان عربية فين وهي موضوع مفتوح لا لا ده انا بحدد له اماكن وممنعه الاول حالات السرقة بحيث ان انا بوجه بقى الحرامي الموضوع تاني خورس ايه بيت عن الموضوع ده ها ما تسرقاش عربيات تاني ما توجيش بيوت تاني والله ايه من بعد السورة مباشرة بدأنا في الفكرة ما اخدتش وقت تاني لا اخدتش وقت تاني طبعا بيبقى الزبط وقف كمين انا بخترك الكمين وبامشي اول حاجة بيعملها هو بضرب علينا لا احنا عاملين حاجة كويسة جدا ان هو يقدر يوقف اي عربية تهرب من الكمين طالما الجهاز ده لا كيف فيها يعني الجهاز لا كيف في العربية جريتي من كمين هو يقدر يوقف العربية كده امننا المواطن وامننا ذلك طبعا طب ده عشان يحصل لازم يتركب يعني كل العربية الموجودة في الشارع ان شاء الله بعمل الله تكلفة الجهاز تقديم احنا دلوقتي طبعا احنا بنحاول ندور على دعم عشان نقدر نقلل تكلفته جدا جدا عشان يقدر يركب لكل العربيات يعني تكلفته الاساسية قديم يعني تكلفته تقريبا نتبة 850 بس احنا عاوزين نقللها تاني ان شاء الله ومحتاجين دعم عشان تقدر سيطر عليها اقل حاجة والصندوق الاجتماع بعت لنا طبعا فلسه نروح نلقاش مع الموضوع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عربيات معينة وعربيات تانية نا كل ليفلات العربيات اي نوع عربية مفيش مشكلة طبعا ماشي متحربك العربية مفيش مشكلة خارس جربتوه طبعا احنا مصورين مرتين على الهواء طبعا في قائرة اليوم ومصورين في السي بي سي ومصورين في المحور طبعا جربنا على الهواء هم جابوا عربات من عندهم مش عربات احنا رحين بيها قالص وركبنا الاجهزة وجربنا قداما طب لو انت موجود جوة العربية وحد نزلك يسرقها هتعمل ايه؟ هسيبها له ويمشي بيها او مجرد ما يتحرك منها همسك موبايلي وقف بالعربية كاملة بالموبايلي مش نتاكي هنا جهاز تحكم لا لا خانس وموبايلي من خمس تليفونات مش بالتليفون واحد احنا عملنا ان هو ممكن ياخد التليفون في العربية ويمشي يعني نزلني موبايلي جوه اللي حيسرق العربية باللي جواهم بالضبط احنا عملنا من خمس تليفونات حاضرت بتقداري توقف العربية طبعا اي تليفونات تانية خمس تليفونات يعني خمس ارقام خمس ارقام خاصة بيكي ممكن يكون البيت اي حد تاني تقداري توقف العربية مكان وفي نفس الوقت لو خادة العربية وما قدرتش توقف فيها مفيش وسيل الاتصال بنقدر نقول لك العربية مكانها فين واحدة سيئات هي وبتقدر يسمع كل اللي بيحساجها العربية ايه المطلوب عشان جهاز لا ينفل السوق؟ المسألة المطلوب ايه؟ هو المطلوب ان احنا نشوف احسن تقنال الجهاز مع اوفر سعر بحيس ان احنا نقدر يعني الجهاز يبقى موجود لده كل الامكانيات اللي هيقدر واللي ما يقدرش والناس كلها تركبه ويعمل المسألة الامنية اللي احنا بنهدي إليها بالزبط تمام؟ لكن المطلوب ان شاء الله رب عمين هو خط الانتاج اللي احنا نمشي فيه بإذن الله ومش مطلوب حاجة تانية وقفة الناس معنا بس شكتر من كده سجلتوا الجهاز داي باش مهندس يعني بقى عندكوا براية اختراع تم تسجيله ولا؟ احنا قدمنا عبرات الاختراع الحمدلله وحصلت عليها لو تعرض عليكو لو يعني مش بسولة في ممكن تنفسز اي اختراع حتى مهما كانت اهمية الاختراع مش دايما فيه ناس كتير بيوقف قدامها بعض العقبات لو تعرض عليكو تبيع الاختراع ده والله هلالكو اتعرض بالفعل احنا بكاكزة شركة اجنبية ورفضنا الحمدلله يا رب عمين الموضوع ان هو لازم يتصنع في مصر ولازم ينزل بسعر كويس في السوق ما يكونش بسعر عالي علشان قاطر الهدف من الموضوع ليس المكسب المادي لنا خالص بل بالعكس الهدف من الموضوع هو المساعدة في العمالة الامنية اللي احنا مر بيها واحنا تعرض علينا خط انتك كامل في كندا واحنا رفضنا طبعا طب انتو قدمتو المشروع ده للحكومة والله هادرتك لسه ما قدمناوش بس احنا في طريقنا للتقديم يعني احنا قلنا كذا مره يا جماعة احنا عايزين الدولة تدعو المشروع ده كمشروع قومي ونحن ان شاء الله رب العمين مش هدفنا اي حاجة الهدف تنظيم الامني مساعدة تنظيم الامني مش هدرينا عالتنظيم الامني كامل وساعدة تنظيم الامني وان شاء الله رب عمين يبتدرين اخد خطوات في سبيلهم الجهاز شكراً لدي عدة أزواج أولاً طبعاً في ناس كتير جداً هتشتغل في المشروع كما أصنع وكأدارة في ناس كتير جداً هتشتغل فيه يبقى كده استفادة إن في ناس كتير هتشتغل تاني حاجة هيستفاد منه كل الناس جميع العربات ستستفاد منه جميع المنازل جميع المكاتب لدرجة إن حاضريك لو إحنا بنركبه كمان في الخزنة يعني لو حاضريك عندي خزنة بنقدر نأمنها لك تأمين كامل وتقدر تشوفي لو حاضريك من سفرة وعاوزة تفتحها الخزنة تفتحها بالموبايل وتشوفي إلي بتاخد من الخزنة وتقفليها بالموبايل يعني لا شك من إن كلنا هنستفيد من أي سيكوريتي سيستم كامل يعني سواء في عربية سواء في بيت سواء في خزنة خصوصاً في الظروف اللي إحنا بنمر بيها بس فكرتوا تعرضوا الجهاز ده مثلاً على مش هقول طبعاً بيصنعوا العربيات لأنه ما عندنش شركات تصنيع عربيات بس بيستوردوا عربيات إن شاء الله ربما نبدأ في الإنتاج وما فيش مشكلة إن إحنا نتعاون مع أي جاية ما تحقيق الأمنة بس كمحاولة إنكوا تقللوا التكلفة ما التكلفة هتقلي لما يبقى عندنا خط إنتاج هنقدر نقلل منه بيس الحجم هيقل والتكلفة هتقل وهنقدر نعمل كميات كتير هي أول دراسة الجهاز وإحنا عملناها إن شاء الله هننتج عشر تلاف جهاز في الشهر إن شاء الله عشان نقدر نحاول إن إحنا يعني نساعد الناس منك في مشاريع جديدة تبتديتوا فيها؟ والله لسه منشوف العروض لإن طبعا لو الحكومة داتنا ما يبقى أفضل بعيدا عن أجهزة التأمين في اختراعات جاية إن شاء الله إحنا بإذن الله ربعمين في شي اختراعات موجودة كتيري الحمد لله إحنا عاملين حاجة تانية منها بقى اللي هي مسألة تأمين الموبايل بتاعك بقى موبايلك ذات نفسه ما يتسرقش بقى كمان لإن طبعا ما أملنا عربية عشان بخاطر من الموبايل يبقى لازم نأمل موبايل كمان لصحبه طبعا بس فالحمد لله ربعمين وصلنا الفكرة إن إحنا زينا قدونا نحن موبايلك من السرق وإن شاء الله هتجري في التنفيذ مع نفس التنفيذ مع نفس الجهاز الاتنين هيبقوا مع بعض إن شاء الله إن شاء الله المرة جاية هيكون في حلقة كاملة على الاختراع الجديد بس تكون ده كمان الطبق إن شاء الله بإذن الله بإذن الله مشاهدينا يعني خلصت حلقتنا النهار ده بكرا إن شاء الله يكون معينا يوم جديد فريق عمل جديد نهرك سعيد ترجمة نانسي قنقر